وإياكم إلى خبرنا التالي بدأت الجهات المعنية اليوم العمل بنظام الإقامة المميزة الذي أقره مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي بهدف القضاء على الإقامات الغير قانونية وتنشيط الاقتصاد وبحسب اللائحة التي نشرتها الجريدة الرسمية تتكون الإقامة المميزة من نوعين هما غير محددة المدة ولسنة واحدة قابلة للتجديد ويتمتع حاملها بحقوق ومزايا يلتزمها بما يترتب عليها من واجبات ويتمكن المستفيد من الإقامة في المملكة مع عسرته ممن يعولهم المستفيد من الأزواج والأولاد ممن لم يتجاوز 21 سنة والحصول على تأشيرات زيارة للأقارب واستقدام العمالة المنزلية بحسب احتياجاته وامتلاك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية وذلك فيما عدا مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والمناطق الحدودية فيما يجوز للحاصل على الإقامة المميزة التميز أيضا والانتفاع بالعقارات الواقعة في مدينتي مكة والمدينة المنورة لمدة لا تتجاوز 99 سنة وتضع وزارتي العدل والتجارة والاستثمار الآليات اللازمة لذلك بما يكفل للمنتفع الحصول على السك بالانتفاع وهو سك صادر كذلك من كتابة العدل على أن يكون هذا الحق قابلا للتصرف بالانتقالة إلى الغير ووفقا للضوابط التي تضاعها اللجنة كما يحق له امتلاك وسائل النقل الخاصة وأي منقلات أخرى يسمح بانتقائها النظام في المملكة هذا ويشترط التقدم بطلب للحصول على الإقامة المميزة تقديم جواز ساري المفعول وأن لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة وأن تكون إقامة المتقدم نظامية في حال كان من داخل المملكة المتقدم ويجب على المتقدم خلال 30 يوما من إبلاغه بصدور الموافقة القيام بسداد المقابل المالي الذي تحدده اللائحة وتقديم وثيقة تأمين طبي وفقا لنظام الضمان الصحي التعاوني إذن الجدير بالذكر أن الإقامة المميزة تبدأ بالنسبة إلى من يقيم داخل المملكة من تاريخ حصولها عليها على أن تستكمل الإجراءات اللازمة لإنهاء العلاقة المتعلقة بالإقامة السابقة ويعتبر حامل الإقامة المميزة في حكم المقيم لغرض تطبيق الأحكام النظمية الأخرى وخاصة الأحكام الضريبية وذلك بصرف النظر عن المدة التي ترجمة نانسي قنقر